تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أطمأن خلاله على صحة سموه سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ويمن عليه بموفور الصحة والعافية وعبر صاحب السمو رئيس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير دولة الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة والتي تعكس عمق ومتانة ما يربط بين البلادين الشقيقين من علاقات راسخة ملؤها المحبة والأخوة كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اتصالاً من معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت الشقيقة للأطمأنان على صحة سموه وتهنيته بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية حيث عبر سموه عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس الحرس الوطني على ما أبداه من مشاعر أخوية كريمة ترجمة نانسي قنقر